أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة بلغت أكثر من مليار و700 مليون دينار في 2018 بنسبة نمو بلغت 11% عن العام الذي سبقه الناطق باسم المؤسسة موسى صبيحي قال خلال لقاء حواري مع أهالي حوارة في محافظة إربد إن النفقات التقاعدية والتأمينية للعام الماضي وصلت إلى مليار و110 مليون دينار وأن المؤسسة حققت فائضا تأمينيا بقيمة 632 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 7% عن العام 2017 وأوضح صبيحي أن الوضع المالي القوي لمؤسسة الضمان يعزز من دورها ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها المتنامية فضلا عن تعزيز دور المؤسسة في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار أموال الضمان في القطاعات الاقتصادية المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على خلق فرص العمل سمعنا إلى عدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بزيادة التضخم السنوي لمتقاعدة الضمان الاجتماعي المتعلقة بتحسين الرواتب التقاودي أيضا للفئات ذات الرواتب ربما المتدني أو المتوسطة أيضا قضايا التهرب عن الشمول بالضمان الاجتماعي التي تحرم ربما عاملين بسوق العمل في مؤسسات مختلفة بالقطع الخاص من حقهم بالانضواء تحت هذه المضلة وبالتالي الاستفادة من كل المنافع والمزايل التي يقدمها قانون الضمان الاجتماعي